بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السادس جريد سيكس اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بشرح مادة اللغة الإنجليزية وسوف نبدأ بكتاب الكلاس بوك في اليونت ون طبعا هذا المنهاج جديد عنوانه تيم تو قذر أمان سيكس اي طبعا هذا هو الكتاب غلاف الكتاب من الخارج كما ترى هنا هناك دو أمان هنا هذا هو من أمان و هذا أيضا من أمان و هذه دو أمان من خارج أمان الآن دعونا ونبدأ بالنسبة للأمان طبعا قبل ما نبدأ في اليونت 1 يوجد عندنا هنا مقدمة ضروري جدا تعرفوا هذه المعلومات طبعا هنا the woe team ما المقصود ب woe w o w team team معناها فريق the woe هنا listen and read circle the best description معنى description يعني وصف نريد أن نختار أي واحد من هذه a b أو c هي التي تمثل معنى كلمة woe الاختصار هذا woe مجازين طبعا معنى مجازين هنا مجلة مجازين مجلة الآن هل هي مثلا هذه الاختصار woe w o w هل هي a magazine مجلة about the world مجلة عن العالم the magazine made by kids for kids يعني الذي قام بإنشاء هذه المجلة وكتابتها هم الكيدز الأطفال أنشأوها أيضا للأطفال أو هل تعني هذه w o w where learning is fun حيث يكون التعليم معنى learning التعليم يكون ممتع الإجابة هي هذه إذن هذه هي الإجابة معنى woe اختصار هذا هو the magazine made by kids for kids هنا العنوان world طبعا هذا هو الاختصار حرف ال-w هنا لنلاحظ هنا طبعا ال-w هنا هذه معناها اختصار لكلمة world ال-o هنا اختصار لكلمة of of هنا وهذه أيضا w wonder world of wonder عالم العجائب معنى wonder يعني أعجوبة and here magazine مجلة طبعا هنا welcome مرحبا book club culture ثقافة over to you هنا this girl what is this girl talking ماذا تقول هذه البنت good morning يعني صباح الخير and welcome to the start of this new school year أهلا وسهلا بكم في معبدء هذا السنة الدراسية الجديدة we are the woe team معنى team قلنا لكم فريق نحن فريق ال-woe wonder of a world of wonder and we're here to tell you نحن هنا حتى نخبركم about our online magazine إذن هذه مجلة مجلة online online magazine this boy what is this boy saying a woe or world of wonder is a magazine هي مجلة full of funny and interesting topics يعني يوجد فيها topics مواضيع funny مضحكة و interesting ممتعة just for you فقط لك now this girl what does this girl say so where we do start so do we start هل بدأنا first we need ideas نريد afkar from you منك ideas for topics you want to read or write about then we'll get started يعني نريد أن نأخذ منك أيها الطالب مواضيع تحب أن تقرأها وتحب أن تكتبها ثم نبدأ this boy say says yes that's right نعم ذلك صحيح but how do we know what's interesting for you will we ask you يعني سوف نقوم بتقديم شيء ممتع interesting لك وسوف نقوم بسؤالك and then we choose ونحن نختار the topics for the magazine ونحن نختار المواضيع للمجلات لهذه المجلة now here now in this page page 11 lesson 1 part 1 الدرس الأول القسم الأول this is your page هذه صفحاتك يعني أيها الطالب we want to hear from you نريد أن نسمع منك send us your comments يعني أرسل لنا التعليقات and photos الصور like the people below يعني مثل هؤلاء الأشخاص مثلا هذه البنت اسمها أميمة هذه أميمة أرسلت هنا تعليق and this is رهف هذه رهف أيضا رهف قامت بإرسال وكتابة تعليق هنا comment الآن نريد أن نقرأ هذه التعليقات أيضا you can see some pictures look at picture there is a boy يوجد ولد he is holding a football here they are playing handball and here you can see a museum متحف and here we can see a keyboard for a computer now let's read this I had a new computer يعني أنا عندي كمبيوتر جديد إذن هذه الفقرة نصلها مع picture D look here we can see a computer yes keyboard from my dad I want to read about ICT and how it can help us at school I'd also like to know أريد أن أعرف how other children use ICT around the world now number two رهف ماذا تقول رهف I went to a museum ذهبت إلى المتحف so this number two paragraph two with picture C look here we have the museum in the holidays في الإجازات and how I want to know more about what places إذن هذه رهف تريد أن تعرف عن الأماكن places where like in the past كيف كانت الأماكن في الماضي past past now number three this is باسل باسل الآن with picture B now let's read I wasn't at school today لم أكن this is باسل لم أكن في المدرسة اليوم but I heard سمعت about your magazine I want to write about sports إذن هذا يريد أن يكتب عن الرياضة يريد أن يكتب ويقرأ عن الرياضة and learn how to stay happy and healthy healthy معناها صحي كيف يبقى الإنسان سعيدا وصحيا so picture B with paragraph three now grant ماذا يقول grant I love sports أحب الرياضة but I don't know which sport to play I want to play a team in a team يريد أن يلعب في فريق look here paragraph three with picture A لأن هذه اللعبة تلعب this is sport in a team handball I want to find out about team sports إذن يريد أن يتعلم عن الرياضات التي تلعب في فريق you can play indoors and or outdoors indoors معنى الرياضة التي تلعب في داخل في الصلاة مثلا وoutdoors رياضات تلعب في الخارج now question one look and read match the pictures قم بتوصيل الصور مع ال ideas الأفكار هذه تسمى ideas قمنا بتوصيلها طبعا here number one with picture D number two with picture C number three with picture B and number four with picture A now questions read the ideas again اقرأ الأفكار مرة أخرى and answer the questions who wants to be healthy من الذي يريد أن يكون صحيا he is basal look here basal he wants to be healthy number two who من معنى هو طبعا من who had a new computer من عنده كمبيوتر جديد it is Omaima she is Omaima Omaima look here and this is Omaima I had a new computer so the answer is Omaima number three who من who wants to be in a team you read أن يلعب في فريق he is grand as you see here team I want to play in a team which girl wants to know more about places in the past to read and تعرف عن الأماكن في الماضي رهف we can see here رهف this is رهف and she said places were like in the past she wants to know that now what would you like to read or write about in the وو مجازين هذا لك عزيز الطالب السؤال ماذا تريد أنت تحب أن تكتب ماذا في هذه المجلة ولماذا مثلا هنا هذه إجابة مقترحة for example I would like to read and write about animals عن الحيوانات in the وو مجازين because لماذا I love learning interesting facts about different kinds and how they live وكيف تعيش هذه الحيوانات it's fun to explore من الجيد أن تستكشف and share to share stories about wildlife عن الحياة البرية إذن هذه إجابة هذا السؤال عن نفسك وبإمكانك أن تسأل زميلك your partner يعني زميلك في الصف now let's go to page 12 من هؤلاء الأشخاص team talk team talk يعني الفريق يتكلم this is reem and this is sultan and this is julia and this is arlo إذن احفظوا الصور والأشكال about us عن أنفسنا arlo الآن ماذا يقول إذن هذا arlo الذي يتكلم أولا I'm 11 years old عمري 11 I have short brown hair hair لديه شعر بني وقصير I'm energetic يعني عنده طاقة حيوية and I never feel tired لا أتعب people say I'm a fun person يعني شخص مضحك because I play games and I like having a good time I love all kinds of sports يحب جميع أنواع الرياضة kinds معناها أنواع 2 it's my favorite thing in the world إذن favorite يعني هي المفضلة له في العالم I started I like football يحب كرة القدم إذن هذا arlo he likes football and running وأيضا الرقب and basketball is one of my best sports I started playing in the school team this year بدأ يلعب في فريق المدرسة هذه السنة now how about this is this is hello I'm 12 عمرها 12 عاما and my friends say I'm pretty يعني لطيفة and جميلة I think they're being kind معناها لطيف I love telling people what to do I just want to help to read and to ساعد that's all I'm also brave brave معناها شجاع وهي كذلك شجاعة and I and I'm not scared لا أخاف of anything من أي شي I traveled a lot إذن تسافر كثيرا traveled a lot سافرت كثيرا عندما كانت أصغر and I love learning about the world تحب أن تتعلم عن العالم I can speak English تستطيع الكلام اللغة الإنجليزية Spanish السبانية and I'm learning Japanese وتتعلم اليابانية now three this girl is Julia this is Julia as we see here now let's read about here نقرأ عنها hi I'm 12 years old عمرها 12 عاما I think I'm quite clever ذكية because I'm good at maths and science لأنها ممتازة في الرياضيات والعلوم medium height يعني متوسطة الارتفاع medium height متوسطة في الارتفاع and I love lung and I have lung brown hair شعر طويل وبني and brown eyes عيون بنية I like science تحب العلوم and I care about animals تهتم أيضا care تهتم في الحيوانات and plants النباتات I have a pet يوجد لديها حيوان اليف بيرد وهو طائر and I love looking after him تحب أن تعتني به سلطان now this is سلطان this is سلطان let's read about سلطان hello everyone I'm 11 years old عمره 11 عاما I'm tall أنا طويل and I have straight black hair شعره يعني مستقيم وأسود and dark eyes عيون أيضا غامقة سوداء I'm chatty chatty يعني يتكلم كثيرا وحب الكلام and friendly وحميم مع أصدقائي علاقة طيبة and people say I am handsome handsome يعني وسيم وجميل what do you think I love computers in ICT too people say I'm noisy الناس يقولون عنه أنه noisy يعني مزعج but really I just like talking and singing أحب الكلام والغناء I love going to the cinema and visiting in new places so I always have lots to talk about I'm creative creative معناها مبدع too so I designed some month to the wow magazine إذن هذا سلطان هو الذي قام بتصميم مجلة world of wonder التي نحن نقرأها درس الثاني نريد أن نكمل هذه الفراغات هنا read about us page again and write the answers question one who designed the magazine design يعني صمم من الذي صمم المجلة سلطان كما قرأنا هنا قال I designed صمم to now number two who likes science من الذي يحب science جوليا look here جوليا تقول I like science I like science now number three who is good at sports من هو جيد في الرياضة he is Arlo look to Arlo يلعب فوتبول كرة القدم running باسكتبول now question four who traveled a lot الذي سافر كثيرا she is Reem look at Reem here Reem تقول I traveled a lot now let's go use adjectives معنى adjectives صفات إذن معنى adjectives هنا معناها صفات الآن هذه الصفات تم ذكرها هنا look here friendly chatty creative noisy handsome medium height clever الكلمات التي في البول pretty kind brave and energetic fun هذه الكلمات تسمى صفات صفات يعني توصف بها الشخص نريد نريد أن نستخدم هذه الصفات في جمل ونصف الأشخاص مثلا for example this one number one he he isn't tall or short ليس طويل أو قصير he talks a lot يتكلم كثيرا he is medium height and pretty إذن ننظر هنا استخدمنا medium height this is medium height وكذلك استخدمنا chatty chatty يعني يتكلم يحب الكلام this is chatty إذن تم استخدام هذه this sorry this and this okay now let's do the next one number two she likes making friends she says nice things to people she is friendly and kind إذن استخدمنا كلمة friendly this is friendly and this is what kind this is kind لطيف وفرندلي يعني يحب الصداقة صديق يعني يعمل الناس معاملة حسنة he is one meter and eighty and he never feels لا يشعر بشتعب he is tall and energetic tall this is tall so tall طويل energetic يعني عنده طاقة وحيوية four he has a nice face he likes playing games and having a good time he's handsome and fun إذن هذه صفة handsome معناها وسيم and this is fun يعني ممتع number five she has a beautiful face she isn't frightened لا تخاف of anything she is pretty she is pretty يعني رائعة جميلة and brave pretty this is pretty جميلة and brave شجاء now this one he shouts يصرخ and sings يغني a lot he's very good at science maths and english he's noisy this is noisy يعني مزعج this is noisy and clever ذكي clever this is clever نعم نعم بس seven she has lots of new ideas لديها ideas أفكار جديدة she's creative مبدعة creative إذن استخدمنا كذلك الصفات هذه كل الصفات في جمال مفيدة now activity four what are you like ماذا تحب choose adjectives استخدم صفات from the woe team profile to describe حتى تصف to describe yourself نفسك talk to your partner مثلا you can say I'm creative أنا مبدع I like computers I'm like سلطان أيضا I'm clever and I'm good at maths like جوليا how about you هذه هي الإجابة تستطيع أن تقول عن نفسك I'm friendly I like meeting new people أحب أن أقابل ناس جدد I'm like Arlo now here play a guessing game أعمل هنا guessing معناها تخمين تتوقع ما هي الإجابة in groups تقوم طبعا بهذا عزيزي أطالي في الصف take turns to describe يعني تقوم بوصف شخص معين موجود in your class في الصف مثلا for example this girl تقول هذه البنت this person هذا الشخص يعني الذي تقوم بوصفه is friendly and chatty هذه البنت تقول is it هدى هل هي هدى ماذا تقول هذه I know it is العنود هنا أيضا ممكن تتكلم عن شخص وتصفه في الصف this person is tall طويل and kind لطيف ويقوم طالب آخر بالتخمين ويعطيك اسم لطالب آخر so you can use from these adjectives ممكن أن تستخدم من هذه الصفات الموجودة هنا حتى تساعدك على التمرين now بهذا نكون انتهينا من المقدمة الموجودة في الوحدة الأولى unit one وشكرا لكم أعزائي الطلبة للمتابعة وإن شاء الله تعالى نلقاكم في فيديو آخر وشرح ال unit one مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته